السلام عليكم أهلي فيكم في فيديو جديد اليوم نزلت Apple iOS 14.1 للكل ما ميزت الأيوز هذا؟ ما الأشياء التي أدلوه فيها؟ لماذا نزلت Apple iOS 14.1؟ سنتحدث عن كل شيء الآن كبداية لو نرى مودم فرموير كم موصل مثل ما نرى 18A83-95 طبعا يختلف على حسب الجهاز المودم فرموير على iPhone 10R ما تغير شيء لكن بعض الجهاز يوجد مشاكل في المودم فرموير على iPhone 11 Pro 11 Pro Max تغير المودم فرموير فيهم فأنت على حسب الجهاز حقيقي ومشاكل جاءت لحق قبل أن بعض الأشخاص عندهم مشاكل على حسب الجهاز قد تعدلتها وبرضو الهوم بود فإذا كان عندك برنامج الهوم بود أو عندك الهوم بود و الهوم بود مني في الطريق الجاية فأبل نزلت هذا السوفتير عشان تدخل الهوم بود مني في نفس الهوم بود والهوم نفس برنامج المنزل وبرضو الهوم بود اللي عندك اللي موجودة الآن تقدر تسوي الانتر كامل اللي موجود الجرس ما الجرس الأشياء هذه فحين لو تفتحها مثل ما نشوف أشياء الجديدة راح تطلع لك هنا تقدر أن تتحدث برضو الهوم بود من عندك من نفس الجهاز فهذه كل الأشياء وحط له برضو شكل الهوم بود الجديدة موجودة فلو تسوي إضافة ملحق بعدين في المستقبل راح تشوف كل شيء وتشوف الهوم بود كأوفر اول الهوم بود مني الآن موجودة في البرنامج المنزل وبرضو في ميزة الآن مثل ما نعرف أن الآيفون الجديد يصور 10 بيت HDR فيديو فالآن قبل نزلت الايو اس 14.1 دعمت الحق حتى الآيفون 8 من الآيفون 8 وانت طالع فوق الآيفون 8 8 بلس والتن والتن اس ماكس إذا الآيفون عندك الآيفون 12 وصورت الفيديو ورسلتها لهم هم نفسهم يقدرون يعدلون على الفيديو فتقدر الآيفونات الآيفون 8 وانت طالع يقدرون يعدلون على الفيديو 10 بيت HDR فيديو فهذا شيء حلو الحق للجزة الآيفة وبرضو لو بنتكلم عن المشاكل في بعض الأشخاص عندهم مشاكل في الوجه تطلع الوجه الصغيرة الأشخاص اللي يعرفون هالوجه هذه بعضهم تطلع لك الوجه الصغيرة فالآن عدلوها أبل هنا وبرضو الإيميل بعض الأشخاص عندهم مشاكل في برامج الإيميل الرسمي ما ترسل فأبل عدلتها هنا وبرضو هنا في أمريكا عندنا إذا بتكلم شخص ويجيك الولاية حقتها المنطقة اللي سكن فيها بعض الأشخاص يقول لك في مشاكل ما يطلع لهم ذي الشي فأبل برضو عدلتها هنا وبرضو إذا كنت تستخدم برنامج الميزيك الرسمي مع الأبل بعض الأشخاص واجهتهم مشاكل إنه إذا كانوا في نفس الألبوم ويحملون الألبوم نفسه عندهم في الجهاز ما يقدرون يحملونه لازم يطلعون بره الألبوم فأبل حلته برضو هنا برضو إذا كنت مقفل الجهاز كده وانت كنت على مودة الزوم تدرون في العددات في الجهاز يمكنك تخلي الزوم والعادي لشكل الجهاز ما تقدر تطوارئ فأبل حلتها في ذي النسخة برضو لو بنتكلم عن الكالكوليتر برضو في مشاكل كانت في الكالكوليتر أبل حلتها إنك يقول لك إذا حطيت رقم وحطيت أصفار كثيرة الأصفار أحيان ما تقدر تضغط إليها طبعا الآن خلاص أصفار كثيرة وصلنا لكن لو نشوف مثلا نحط أصفار كثيرة في برضو الأصفار أحيان موجودة بس لو نفر الجهاز عندك هنا مثل ما نشوف نقدر نسوي تراجع مثل ما نشوف هذا هم لكن بعض الأشخاص يقول لك ما يقدر يحط الأصفار هذه فالآن أبل حلتها برضو برضو في حل ومشكلة إن إذا كنت تستخدم برنامج أبل تيفيو وقعد تشاهد فيلم بعض الأشخاص يقول لك الكولتي حقها ينزل الفيلم نفسه فأبل حلتها هذه المشكلة الآن إذا شقلت الفيلم ما رح تنزل الكولتي حق الفيلم نفسه فهتقدر تشوف الفيلم نفس الكولتي الطبيعية ولو نتكلم عن أبل واتش برنامج أبل واتش أو برنامج الواتش في الجهاز عندك الآن إذا ضغطت هنا الكل تشوف الساعات حقينك والمودي الحقه والشكل مثلا عندي الساعة الغديمة هذه والساعة الجديدة مثل ما نشوف هذه اللونها مثلا هنا داكن وهذه رصاصية فعلى حساب اللون يطلع عليك إياها يقول لك في السوفتير اللي راح كان بعض الأشخاص يوجهوا مشاكل لما يطلعون لهم شكل الابل واتش اللي عندهم فبرضو أضل حلتها هنا وإما أننا برضو مرجدين في الابل واتش بعض الأشخاص يقول لك الستاب لحق الفاميلي إذا بتضيف ساعة جريدة إضافة أفراد عائلة بعض الأشخاص يقول لك وجههم مشاكل ما تنضاف فابل حلتها برضو هنا والايكلاود إذا كنت تستخدم برنامج الفايل لحق الايكلاود الملفات وإذا كنت في مكان عام حيانا يقول لك بعض الأشخاص ما يقدرون يحملون الملفات فابل برضو حلتها هنا في مشاكل كثير وفي مشاكل ما تكلمت عن هابل لكن رح نقول لكم عنها حين برضو الواي فاي لكان عندك واي فاي كثير بعض الأشخاص يقول لك ما يتنقل اللايفون بسلاسة بين الأكسس بوينت فابل حلتها هنا برضو وفي برضو الحق السيكوريتي في اختراغات ما اختراغات ابل ما تكلمت عنها ولكن نقول لك أشخاص ان ابل سكرت هذه الأشياء ابل بس جبتها كده من فوق يعني في بعض الأشياء قبل تكتشفها قبل ما الهكر اكتشفونا فقبل تسكر رقم ما يطلع الجيلة بريك وغيرها تسكرها من قبل هذه قوة الجهاز ان نشاهد كيف التحديثات بسرعة تنزل كده فجأة و اي شيء يطلع عبطة تسكرها بس هذا كل الأشياء فمثل ما نعرف لايوس 14.1 هذه الإصلاحات اللي قلت لكم إياها ولكن في ميزات جديدة لازم جهاز جديد ينزل من قبل لازم قبل تنزل سوفت وير لحق الجهاز نفسه مثل الهوم بود ميني اللي ينزل فلازم أبالا حين تنزل لايوس 14.2 عشان علاقة تطلع لعندك الهوم بود ميني عندك هنا الشكل حقها هنا في الجهاز مطلعت لكن الجهاز الثاني اللي أكلمكم عليه اللي هو الايفون 11 برو ماكس طلعت عندي الهوم بود ميني فبس هذي كل شيء وبرضو الايفونات الجديدة الايفون 12 برو والتولف لازم تنزل في السوفت وير نفسه فهذا الايوس 14.1 موجود في السوفت وير حق الايفونات هذه 12 برو و 12 والايباد اير برضو فالجهزة هذه الجديدة التي تنزل الآن لازم سوفت وير جديد ينزل لها ويدعمهم ويدعمهم للجهزة الموجودة حين عندنا مع الإصلاحات يعني بس ففي نهاية الفيديو لا تنسوني اشتراك بالغناة واشتراك في حسابي سناف شات شارفوا في ضبطكم وعمل لك المقطع ونشر المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوني مفضل دعاكم